عسلامة لأولاد مرحبا بيكم قدملكم نفسي قبل كل شيء أنا أمل عكرمي أستاذ التفكير الإسلامي إن شاء الله بشرفقكم تيلة هذه السنة على منصة لسينة لمراجعة برنامج التفكير الإسلامي لسنة الرابعة أداء إذن برنامجنا السنة يتكون من ثلاثة مباحث كبرى المبحث الأول هو التوحيد والمجتمع اللي فيها زوز مسائل ثم عنا المبحث الثاني هو تسخير الكون ومسؤولية الإنسان وفيه ثلاثة مسائل ثم أخيرا عنا المبحث الثالث اللي هو في الثلاثة الثالث النص والتاريخ واللي فيه كيف كيف زوز مسائل كما المبحث الأول حذرت لكم مجموعة من الدروس حاولت بش تكون خفيفة تكون ملخصة وتكون قريبة للفهم وميسرة حاولت بش نبسط الأقصد ما يمكن حتى اللغة تكلم بها ماش كلها عربية شوية درجة شوية هكا لتقريب المعلومة أكثر ليكم بخلاف هذي الكل بخلاف الدروس اللي بش نقدمها لكم في فيديوهات إن شاء الله بش تلقاوا في آخر كل مبحث تلقاوا اليان فيه الدرس مطول يعني كامل تنجموا تتوسعوا فيه وتقرأوا منه وتستفادوا استفادة إن شاء الله كاملة وإن شاء الله توفقوا يا ربي في هذه السنة أعندي ليكم شوية نصائح لأولاد قبل ما نبدأوا نقرأوا في الكور التفكير الإسلامي مادة يهملها الكثير وربما يستصعبها الكثير ماش سعيبة ما هيش مش مهمة صحيح هي ضرب واحد لكن ما تقعدش ترقع فيها المفروض إنك تعاون بيها وترقع بيها الأخرين خاطر في التفكير الإسلامي وتوا نعمل إن شاء الله زوس حساس متاع منهجية واحدة لتحرير المقال والأخرى في تحليل النص ونوريكم كيفاش تنجموا تاخذوا الأعداد بأقل ما يمكن راهو مش صعيب راي مهمة راي تنجم تعاونكم في النجاح وتنجم تدفعكم القدام ما تخليوش ورواحكم ترقعوا في التفكير الإسلامي التفكير الإسلامي إذا ما تكون مادة اللي تعاونكم في بقية المواد وهذا السهل ياسر ويسير ياسر تابعوني في حساس المنهجية وإن شاء الله تتأكدوا من الكلام متاعي هذية وتتأكدوا من قيمة النسائح اللي قاعدة نقول لكم فيها شكرا على حسن إنساتكم لي ووسع بيكم معايا وإن شاء الله ملتقانا على منصة لسينا في الدروس اللي سجلتها لكم إن شاء الله وإن شاء الله تستفيدوا وإن شاء الله موافقين الناس كل بحول الله اشتركوا في القناة